بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم عن طيار وملاح ومكتشف مميز جدا يعتبر احد اشهر الضباط في البحرية الامريكية بل في العالم كله صاحب اشهر واغرب مذكرات في التاريخ لحدث غير طبيعي وقد يكون غير قابل للتكرار او حتى التصديق ولكنه حدث بالفعل وهناك شاهد اخر معه وضابط اخر قام معه بالرحلة وشاهد على ما ذكره في مذكراته انه الادميرال بحري ريتشارد بير مكتشف المناطق القطبية الجنوبية والشمالية هو طيار وملاح قام في الفترة ما بين عامي 1928 و1957 باعمال فاق بها غيره في سبيل مباشرة عمليات الاكتشاف بالقارة المتجمدة الجرداء وفي عام 1925 تولى بيرد قيادة رحلة طيران بعثة مكميلان الى القطب الشمالي مارا بجرينلاند وجزيرة السميز وفي التاسع من مايو عام 1926 اصبح بيرد وطيار اخر يدعى فلويد من اوائل الرجال الذين طيرون الى القطب الشمالي كانت اول بعثة لبيرد الى المنطقة المتجمدة الجنوبية من عام 1928 الى 1930 قد جهزت بطائرة للطيران الى القطب الشمالي واقامت البعثة قاعدة لها بتلك المنطقة سمتها امريكا الصورة عند رصيف روس الثلجي في خليج الحتام وفي السامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر عام 29 طار بيرد وكبير طياريه برينت بالشين الى القطب الجنوبي اما بعثة بيرد الثانية الى المنطقة المتجمدة الجنوبية من عام 1933 الى عام 1935 فقد باشرت العديد من موضوعات البحث العلمية حيث اجتملت على دراسات للشهب والاشعة الكونية والطقس والجغرافية والمغناطيسية الارضية بجانب دراسات عن الغطاء الجليدي في قارة انتراكتيكا باستخدام مرسمة الزلازل وقد اقام بيرد بمفرده في احدى المرات في قاعدة امامية معظم الشتاء وتحدث عن هذه التجربة في كتابه المسمى بمفردي الصادر سنة 1938 في عام 1939 تولى بيرد قيادة بعثة خدمة الولايات المتحدة للمنطقة المتجمدة الجنوبية حيث قامت بانشاء قاعدة امريكا الصغرى الثالثة وارسلت خمس فرق كشفية كبرى الا ان الحرب العالمية الثانية اكبرت البعثة على ترك قواعدها في عام 1941 وبعد اداء بيرد خدمته في الحرب العالمية الثانية عينته ادارة البحرية في وظيفة ضابط بعثة مسؤول عن عمليات القفز من ارتفاعات عالية واكتشفت في هذه البعثة مساحة تعادل ابعادها ابعاد كل من المانيا وفرنسا مجتمعتين وقامت باعداد خرائط شاملة وفي 16 فبراير عام 1947 قام بيرد برحلته الثانية فوق القطب الجنوبي ومرة اخرى تولى مسؤوليته عن برنامج الولايات المتحدة بالمنطقة المتجمدة الجنوبية عن السنة الجيوفيزيائية الدولية 1957-1958 وزار هذه المنطقة في عامي 1955-56 وشاهد قاعدة امريكا الصغرى الخامسة بعد اقامتها وطار فوق القطب الجنوبي للمرة الثالثة ولد بيرد في وينشستر بفرجينيا بالولايات المتحدة وهو شقيق عضو مجلس الشيوخ الامريكي هاري بيرد وقد تخرج في الاكاديمية البحرية للولايات المتحدة في عام 1912 والتحق بالطيران البحري خلال الحرب العالمية الاولى وساعد في رسم الخطط لطائرات البحرية للطيران عبر الاطلسي وبالنسبة لرحلة الادميرال ريتشارد بيرد لباطن الارض يوجد في العصر الحديث ما يثبت فعلا ان هناك مدنا وقرى وامما واقواما تعيش تحت سطح الارض بعالم جوف الارض الداخلي فقد وجدت في احد المواقع العربية على شبكة الانترنت المذكرات السرية للعميد البحر الشهير ريتشارد بيرد التي نشرتها ابنته بعد وفاته وقد تحدث في هذه المذكرات السرية عن تجربته الغير مألوفة بالقطب الشمالي حيث كان في رحلة طيران استكشافية فوق منطقة القطب الشمالي عام 1947 وطار بطائرته ودخل من فتحة في القطب الشمالي ومن هذه الفتحة وجد نفسه يطير تحت سطح الارض على ارتفاع شاهق فوق مدن وقرى يوجد بها حيوانات وزروع وبشر وحضارة مختلفة تماما عما فوق سطح الارض وخرج منها مرة اخرى من نفس الفتحة وقد تم توزيع نسخة منها في عام 1978 من قبل جمعية هولو ايرث اي الارض المجوفة والتي اقع مركزها في انتاريو بكندا والتي نالت شهرة واسعة بعد ظهورها على شبكة الانترنت خاصة في السنوات القليلة الماضية حيث بقيت المذكرات السرية للأدميرال البحري ريتشارد بيرد اختفي طوال هذه المدة الى ان ظهرت مؤخرا على شبكة الانترنت ليقرأها الجميع الأدميرال عميد بحري ريتشارد بيرد هو من اعظم القادة في القوات الامريكية البحرية واحد كبار مستكشف القطب الشمالي والجنوبي وضابط في البحرية الامريكية ومهندس طيران وقد ولد في عام 1888 في احدى اقدم واكثر العائلات تميزا في تاريخ فرجينيا شغل ريتشارد بيرد في بدايات وظيفة في الاسطول الامريكي وتخرج من الاكاديمية البحرية الامريكية لكن منعته سلسلة من الاصابات من ان يخدم كضابط في الاسطول حيث كان مطالبا بفترات مناوبة طويلة وفي عام 1919 تقاعد ريتشارد بيرد من الاسطول لكن نشوب الحرب العالمية الثانية اكبره على العودة الى الخدمة الفعلية وكان ريتشارد بيرد الذي كان مهتما بالطيران وتكنولوجيا طائرات الحديثة طيارا في قاعدة بين اسكولا وقد نظم قادة فريق الاسطول الذي تمكن من عبور المحيط الاطلسي بالطائرات في عام 1925 اشترك ريتشارد بيرد في بعثة دونالد ماكميلان الى جرينلاند وبعد ذلك قام بتنظيم وتمويل بعثته الخاصة ليطير فوق القطب الشمالي وفي 9 ايار 1926 طاد ريتشارد بيرد كملاح مع زميله فلويد بنت ليقوم باول رحلة بالطائرة فوق القطب ساعة ونصف انطلقت هذه الرحلة الشهيرة من سبيتس بيرجين في النرويج واتجهت الى القطب الشمالي ثم عادت من حيث انطلقت ولأجل هذا الانجاز حصل ريتشارد بيرد على بيدالية الشرف وقام الكونجرس الامريكي بترقية الى رتبة رائد وفي عام 1927 قاد الادميرار ريتشارد بيرد فريقا حلق فوق المحيط الاطلسي بيد ان معظم انجازاته الهامة كانت متعلقة بالقطب الجنوبي حيث شارك في خمس بعثات هامة الى القارة القطبية الجنوبية حيث انه زاد التمويل عن بعثته الاوليتين وطار ريتشارد بيرد فوق القطب الجنوبي في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1929 حيث قام برفقة ثلاثة اخرين برحلة جوية استغرقت 19 ساعة متواصلة فوق القطب الجنوب واثناء البعثة التي امتدت من عام 28 حتى عام 1930 كانت القاعدة المسمى امريكا الصورة قد بنيت فوق صخور روس الجليدية واثناء الحملة العلمية التي دامت سنتين من عام 1933 حتى عام 1935 بين رسم الخرائط ومحاولة الاستيلاء على هذه الارض قضى ريتشارد بيرد خمسة اشهر منعزلة في محطة الارصاد الجوية التي تعرف باسم قاعدة بولينج المتقدمة وقد تم انقاذه بعد اصابته بالتسمم بغاز احادي اكسيد الكربون واثناء الحملة الامريكية لانقاذ القطب الجنوبي التي نظمتها حكومة الولايات المتحدة في السنوات من 1939 حتى 1941 اكتشف ريتشارد بيرد جزيرة ثورستين والحملة التالية الى القطب الجنوبي كانت هي الحملة الامريكية في السنوات 1946-1947 واطلق عليها اسم عملية القفزة العالية وكانت حملة على مستوى عالي من الاهمية بحيث تم وضع الخرائط لمساحة تقارب 537 ألف ميل مربع بواسطة طائرة وفي شهر كانون الثاني من عام 1956 قاد الادميرال بيرد بعثة اخرى الى القطب الجنوبي وفي تلك الحملة ذهب هو ومجموعته في رحلة 2300 ميل الى مركز القرى المرضية واستنادا الى الادميرال بيرد فان القطبين الشمالي والجنوبي هما فتحتان من الفتحات الكثيرة التي تؤدي الى باطن الارض المجوفة هولو ايرد كما كتب عن رؤية الشمس او كما كتب عن رؤيته للشمس داخل الارض المجوفة على غرار المكتشفون الاخرين للمناطق القطبية واحتفظ الادميرال بيرد ايضا بمذكراته لكي يسجل فيها كل ما يصادفه في الرحلات التي قام بها وفي مذكراته يصف الدخول الى عالم جوف الارض الداخلي وقد قام مع مرافقيه برحلة لمسافة 17 ميلا فوق البحيرات والجبال والانهار والمزارع الخضراء ووصف اشكالا غريبة من الحياة كما ذكر في كتابه ان درجة الحرارة العظمى بلغت 74 درجة فهرنهايت وهي درجة حرارة معتدلة غير مألوفة في هذه المنطقة كما شاهد المدن والاليات الطائرة التي لم يكن قد شاهدها على الارض من قبل كما انه ايضا التقى بسكان الارض الداخلية الذين يعيشون في ارض اطلق عليها اثم اجارتا تم اخباره انه قد سمح له بدخول هذه الارض بسبب اخلاقه الرفيعة وشخصيته المرموقة وعندما انتهت زيارته تم ارشاده هو وجماعته للعودة الى سطح الارض وقد توفي الادميرال بيرد المعروف ايضا بحاكم القطب الجنوبي الذي اغتبط اسمه بشكل وثيق بالبعثات العلمية للقطب المتجمد الجنوبي في عام 1957 ولم تكن تجاربه المزهلة موصوفة فقط في مذكراته وانما في العديد من الوثائق والكتب حيث الف ثلاثة كتب عن اول حملتين الى القطب المتجمد الجنوبي وهي عناية السماء وامريكا الصورة علاوة على ذلك هناك الكثير من المعلومات القيمة التي تركها الادميرال بيرد البشرية ويوجد في جامعة لايت اوهايو العديد من المذكرات والسجلات والرسائل والافلام والتسجيلات الصوتية المتنوعة والصور الفوتوغرافية التي تتمحور حوله وقد تم وضع هذه المجموعة القيمة في 500 صندوق هذه المجموعات هي من اهم الاعمال التي تتمحور حول البعثة القطبية التي قام بها الادميرال ريتشارد بيرد مكتشفها الوحيد وسوف نذكر لكم ايها الاخوة الاحباب مختصر المذكرات السرية للعميد بحري الادميرال ريتشارد بيرد التي يكشف فيها عن تفاصيل مغامرة الاستثنائية تحت سطح الارض بعالم جوف الارض الداخلي في الجزء الثاني من هذه الحلقة ان شاء الله برجاء التكرم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة